المشاهدين لكن اسمحولي قبل ما اقول بريد المشاهدين انا جات لي رسالة انسانية وهي قصة انسانية يعني لسيدة لقيت طفل من سنة تقريبا في اسكندرية الطفل ده كان لابس تيشرته ابيض وبرمودا جينز ولقيته هو كان بيجري وراء سيدة منتقبة يبدو ان السيدة المنتقبة دي والدته والله اعلم يعني هي في الرسالة مش عارفة اذا كان بيجري وراءها ليه المهم السيدة دي خدته هي من اهل اسكندرية وخدته ويعني عندها في البيت وبتربين نهاردة مع ولادها وبعدين فجأت من ايام قليلة ان اسرة ظهرت في التلفزيون المصري في احد البرامج وقالت انها فقدت ابنها لما كانوا جايين من الصعيد جايين من القاهرة رايحين الصعيد عشان يزوروا جدهم ففقدوا ابنهم ويبدو ان هما الاسرة اللي لقيت الطفل ده ما شافوش الفقرة دي لكن حد حكى لهم يعني فهما الحياة بعتولي وطلبوا مني ان انا احط صورة الولد انا هحطها دلوقتي الصورة قدامكم على الشاشة ارجوكم يا جماعة اسرة هذا الطفل اذا تعرفوا عليه الطفل ده موجود وعلى قيد الحياة موجود في اسكندرية عند السيدة ريدا محمود وحنحط لكم دلوقتي رقم تلفون ست ريدا محمود يعني انا عارف قد ايه الاب والامة ممكن يكونوا حاسين بالضياع وما فقدين ابنهم فالحمد لله ابنكم موجود انتوا بتدوروا عليه هو بيدور عليكم اتمنى ان كنتوا تشوفوا واحد من الناس النهاردة وتقدروا توصلوا ابنكم ورقم التلفون بتاع ست ريدا محمود موجود دلوقتي على الشاشة وحبدأ بردود الافعال قبل ان ابدأ في بريد المشاهدين يعني جالي رد من السيد اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة بخصوص المواطنة نهال جلال الحاصلة على لسانس ادابه كانت بتلتمس وظيفة محافظ البحيرة كالتخير وانا بشكره استجاب وتم تعيين نهال في ديوان عامل محافظة وانا بشكر السيد محافظ البحيرة على سرعة استجابته واول رسالة في الشكاوة جات لي رسالة من عدد كبير من المعلمين المساعدين بالاليوبية بيقولوا فيها نعمل منذ سنوات بالاجر بمرتب لا يتعدى الخمسة وتمانين جنيه وتحملنا كل ذلك على امل ان تمنحنا وزارة التربية والتعليم عقد مميز لكن ما حدث ان ادارة اليوب منحتنا من شهر ونص عقد مؤقد من نوفمبر ينتهي في شهر مايو بمرتب 110 جنيه وبعد الخصومات شوفوا بقى المرتب يصل لكم لخمسين جنيه يعني بعد ما يخصموا منهم الدرائب والحاجات دي كلها حتى صدر قرار اول ديسمبر يجعل مرتبنا خمسة وخمسين جنيه يعني من خمسين بقى خمسة وخمسين وبعد الخصومات اصبح الان اربعين جنيه نأمل ان يتحول العقد المؤقت الى عقد مميز ولكن ما حدث ان السيد الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ارسلنا له خطبات ولم يأتي لنا الرد يعني انا الحقيقة بضم لصوتهم يعني السيد الوزير احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم خمسين او اربعين جنيه ده يعني ده اقل مرتب في العالم ولا يمكن حتى ان هو يكفي المواصلات مش هقول حتى الاكل ده حتى ما يكفيش المواصلات ازاي ممكن نتكلم على التعليم وتطويره وفيه عندنا مدرسين بياخدوا خمسين جنيه في الشهر انا واثق انك انت هتقدر تحل ازمة هؤلاء رسالة تانية من المهندسين المتعقدين بمشروع المدارس الحقلية بالفيون بيقولوا فيها نحن اكتر من خمسين مهندس زراعي على مستوى المحافظة بنعمل مشروع المدارس الحقلية منذ عام 2001 مقابل اجر شهري 150 جنيه وزيت خلال السنوات الاخيرة الى 300 جنيه وفي عام 2007 فجئنا بتوقف المشروع وعاد عام 2008 تقدمنا وفي عام 2008 تقدمنا بعد من الشكاوى نطالب بتعييننا في مدرية الزراعة بالفيون خصوصا وانه لم يتم تعيين اي شخص منذ عام 83 رغم خروج اكتر من 20 موظف بها على المعاش نطالب السيد وزير الزراعة والسيد محافظ الفيون الموافقة على تعاقدنا بالادارات الزراعية التابعة لمدرية الزراعة بالفيون السيد المهندس امين ابازة وزير الزراعة والسيد محافظ الفيون اذا كان الناس دول بيعملوا من سنوات لماذا لا يتم تعيينهم باقود حتى تستقر حياتهم ويمكنهم العمل بشكل افضل واخيرا الاف المتضررين في اسكندرية والمحافظات من الامطار والاهالي بيتظهروا عشان بيوتهم غرقة وعدم موجود بلعات وانسداد مواسير الصرف تعبنا من الكلام عن البنية التحتية والملايين اللي بتنصرف على البنية التحتية شوية مطرة صدوا الطرق وفضحوا البنية التحتية واضح ان الحكومة الالكترونية غرقت في الشبروية تصبح على خير